فاجأت الجميع أخبار مفجعة تتعلق بالشاف بوراك حيث تعرض لعملية نصب مؤلمة والأكثر صدمة أن الجاني كان والده الذي كان يعد أقرب الأشخاص إلى قلبه فأين اختفت ابتسامته الشهيرة وهو الذي لم يطار يوما حزينا ما الذي حدث مع الشاف بوراك هذا هو السؤال الذي طرحته التفاصيل القاسية للحادث قال بوراك بأنه تعرض للاحتيال على يد والده وهو الخبر الذي نال انتشارا واسعا عبر منصة التواصل الاجتماعي داولت المواقع والحسابات الإخبارية الصور والمقالات والفيديوهات المرتبطة بهذه القصة المحزنة لكن بالتأكيد الكثيرين لم يكونوا على علم بالقصة الكاملة للشاف بوراك الجانب المؤلم في هذه الحكاية يتعلق بتطور العلاقة بين بوراك ووالده الذي كان من المفترض أن يكون أعز سند لابنه وأكبر داعم له كيف وصلت الأمور إلى هذا الحد الذي جعل الوالد يقف ضد ابنه وينهي مسيرته بشكل مأساوي تفاصيل المحددة للحادث كشفت بعدما خرج والد بوراك للإعلام من أجل الرد على ادعاءات ابنه على تفاصيل مثيرة للغاية وحقيقة أن هذه القصة مؤثرة جدا وتحمل الكثير من الألم والتعقيدات وبالتأكيد ستتابع جماهر القصة بشغف لمعرفة المزيد من التفاصيل حول ما جرى وبالضبط كيف تغيرت حياة الشاف بوراك وعلاقته مع والده إلى الأبد قبل أن نقدم إليكم التفاصيل الدقيقة للقصة دعونا نتعرف أولا بإيجاز على من هو الشاف بوراك وكيف بدأ مسيرته في عالم الطبخ وكيف استطاع أن يصبح أحد أشهر الطهات في تركيا بل في العالم بأسره بوراك أوزمير هو شاف تركي ولد في 24 مارس 1994 في مقاطعة أطايد تركيا التي تضررت بشدة من زلزال مدمر في العام الماضي مما ألحق أضرارا جسيمة بمناطق واسعة في تركيا خصوصا في آتيا التي ينحذر منها الشاف بوراك الشاف بوراك يفتخر بجذوره المختلط بين العرق السوري والفلسطيني والتركي إما يجعله يمتلك خلفية ثقافية متنوعة ومتناغمة ساعدته في مجال عمله ومع مرور الوقت نجح بوراك في تحويل شغفه بالطاية إلى مهنة مثمرة واكتسب شهرة واسعة جدا بفضل هبته الطبخية الاستثنائية واسلوبه المميز في تقديم الأطباق امتشرت شهرته بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مما جعله يحضر بمتابعة جماهيرية واسعة من محبي الطهي والمطبخ وهكذا استطاع الشف بوراك بشكل استثنائي أن ينقل عشقه للطاية والأطعم إلى المشاهدين والمتابعين من خلال مقاطع الفيديو على الانترنت وبفضل هذه الشغرة الكبيرة أصبح أحد الأيقونات الشبابية في عالم الطاية ضلقت رحلة بوراك في عالم الطبخ عندما كان صغيرا بالضبط في سن الثالثة عشر حيث ابتدأت رحلته المثيرة في مطعم يعود ملكيته لجده والذي كان متخصصا في تحضير الشوارمة والكباب بدأ يعمل في مطعم العائلة وأبدأ في إعداد الأطباق بشغف واعتمام شديدين وبعد سنوات من العمل الدؤوب في مطعم العائلة قرر بوراك في عام 2009 الانتقال والعيش في مدينة أكسراي وهناك قام بفتح مطعمه الخاص الأول مرة فمرت الأيام والشهور والسنوات وحقق مشروع بوراك نجاحا ملحوظا على الرغم من بدايته المتواضعة إلا أنه أصبح محبوبا بين الكثيرين من زبائنه استمر بوراك في تقديم طعام مميز وخدم رائع حتى عام 2020 ثم جاء تحول جدري في حياته عندما قرر الانضمام إلى عالم التكتوك وبدأ ينشر مقاطع فيديو ممتعة وغريبة على منسة التكتوك هذه الخطوة الجريئة كانت العامل الفاصل الذي غير حياته بشكل دائم حيث بفضل الفيديوهات الإبداعية والمشوق التي نشرها انتشرت شهرةه بشكل كبير أصبح لديه جمعور من جميع أنحاء العالم اكتسب بوراك شهرة عالمية وأصبح أحد أبرز الطهات والشخصية المؤثرة في عالم الطبخ وتعتبر هذه الخطوة في عالم التكتوك دورا حاسما في تحويل حياة بوراك ومستقبله حيث أنه أصبح رمزا للإبتكار والإبداع في عالم الطعي مصدر إلهام للكثيرين الذين يحلمون بمتابعة خطواته وتحقيق نجاح مماثل في عالم الطبخ فمقاطع بوراك ابتكرت شخصية فريدة لم يسبق إليها أي طباخ أو منشئ محتوى في العالم فقد ابتعد عن المألوف واستحضر مفهوما مبتكرا للطعي حيث قام بإعداد أطباق عملاقة وغريبة بتوجيه ابتسامة مريحة للقلوب وعلاوة على ذلك اشتهر بوراك بتنزيل فيديوهات وصور مع نجوم عالميين وفي نفس الوقت يبرز تواضعه ورحمته حيث يسعى لمساعدة الفقراء والمحتاجين والتبرع لهم بالمال والملابس والطعام وهو ما أظهرته العديد من الفيديوهات لبوراك أثناء توزيع المساعدات للاجئين السوريين في أيام الثلوج والبرد القارس وقد أضاف لمس إنسانية عظيمة إلى محتوى خصوصا عندما قام به ادخال الفرحة والبسمة على وجوء الأطفال الهاربين من ويلات الحرب في سوريا فهذه الجوانب الإنسانية لبوراك أضافت لمس إنسانية مؤثرة لشخصيته وجعلت منه شخصية محبوبة ومؤثرة على مستوى عالمي ونجاح بوراك لم يقتصر على إسطنبول فقط بل وصل إلى العالمية ونجح في فتح فروع لعلامته التجارية في دول عديدة مثل الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية ماذا يعكس حجم التأثير الذي حققته شخصية بوراك في عالم الطبق؟ مقاطع بوراك مقاطع بوراك تمتاز بخليط ممتع من المشاهدات الجذابة الكوميدي العفوية لكن فجأة الشاف بوراك خرج للعالم وهو مضمر ويبكي ويشتكي من ظلم أصابه من أقرب الناس إليه وهو والده وللقصة بقية ولفهمها لا بد من الرجوع قليلا إلى الوراء عندما شهدت تركيا وسوريا مأساة كارثية عندما ضرب الزلزال المدمر المنطقة مخلفا آلاف الضحايا ضمر مدنا بأكملها في هذين البلدين ومن بين المناطق التي تضررت بشكل خاص هاتاي التركيا المنطقة التي ينحذر منها الشاف بوراك ففور حدوث الزلزال الكارثي ظهر الشاف بوراك في مقطع فيديو مؤثر وهو يبكي ويقدم المساعدة وينقض الضحايا الذين ضمرت منازلهم وتحطمت على رؤوسهم آلاف منهم كانوا لا يزالون محاصرين تحت الأنقاض بعد هذه اللحظة المؤثرة بدأ بوراك حملت مساعدة كبيرة للمتضررين باستخدام ماله الخاص حيث قام بشراء كميات هائلة من ألعاب الأطفال والبطانيات والمواد الغذائية وبدأ أيضا في إعداد أطباق طهين عملاق لآلاف المتضررين في مختلف المناطق والمدن كل هذه المبادرات الإنسانية الجليلة تم تحقيقها من ماله الخاص وهذا على حد قوله لكن في مقابلة إعلامية لوالد الشاف بوراك إسماعيل أودمير قال العكس قال بأنه هو من دفع ثمن المساعدات وهو من وقف بجانب الضحايا ولديه ما يثبت من فواتير والتزامات لكن اختلافه الوحيد الذي كان مع ابنه أي الشاف بوراك في كثرة الفيديوهات التي ستظهر وهو يساعد الناس كان يريد الأب مساعدة الناس في السر وهذا عكس كلام الشاف بوراك وقال على الرغم من أن هذه المشاكل العائلية تم حفظ الأمور بالتزامن حتى انتقلت المسألة إلى العنن في الأيام الأخيرة وجوابا على الفيديو الذي شاهده العالم ظهر الشاف بوراك وهو يبكي ومذعور ويصرخ حيث أفصح عن مفاجأة مدوية بشأن والده أفاد بأن والده قد قام بالاحتيال عليه عن طريق بيع علامته التجارية وجميع مطاعمه لمستثمر أجنبي بدون علمه وذلك مقابل 41 مليون دولار مما تسبب هذا الاهتيال في خسارة جميع مطاعمه وجعله حاطلا عن العمل ومعرضا للإفلاس لكن والد بوراك لكن بعد هذه الدعاية من بوراك خرج والده ليفضح المستور حيث قال بأن الشاف بوراك كان من الموقعين على عملية البيع حيث قال كيف يمكن أن تتم عملية البيع أحد المساهمين لا يوجد توقيعه ويقصدون الشاف بوراك ويقول الوالد أيضا لديه الدليل أن ابنه وقع على عقود البيع وهو على علم بالبيع ذا الحوار للأب تم تناقله بشكل واسع وسريع في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي وكان كالصاعق للمتابعين والجمهور عموما خلال لحظات من نشره انتشر الفيديو كالنار في لاشيم وأصبح هديث وسائل الإعلام والفضائيات هذه المفاجأة الصادمة أثرت بشكل كبير على متابعي بوراك الذين عاشوا معه قصة نجاحه وشهرته والآن يشهدون انقلابا دراماتيكيا في حياته ترك هذا التصريح للأب الكثير من الأسئلة والتساؤلات حول ما سيحدث للشاف بوراك وكيف سيتصرف في مواجهة هذه الإدعاءات الكبرى التي تحيط به فبعدما كان والد بوراك محط انتقادات الجمهور ووصفه بأنه محتل في نظر الناس هذا الوضع والإدعاءات دفعت والد بوراك الخلوج وإدلاء بتصريح إعلامي حيث قام والد بوراك بنفسه بنفي جميع التوام التي وجه إليه ابنه فلم يتوقف الأب عند هذا الحد فقط بل رد الاتهام لابنه وقال بأن الشاف بوراك هو من قام بالاحتيال على متابعيه من خلال الأعمال الإنسانية التي قام بها لفائدة ضحايا الزلزال دعا أن هذه الأفعال كانت مجرد دعاية لأغراض ترويجية فقط حيث بعد انتشار هذا الجدل لبضعة أيام نشر الشاف بوراك مقطع فيديو جديد أعلن فيه أنه سيبدأ من جديد وقد قام ببيع سياراته الفائرة وجمع ما لديه من أموال لبناء مطعم جديد في مدينة إسطنبول ودعا متابعيه لمقاطعات بجميع المطاعم التي كانت في ملكيته الصابقة وبيعها من قبل والده ودعاهم للحضور ومساعدته في مطعمه الجديد الوحيد الذي سيحمل اسمه بصدق هذه التطورات المثيرة تركت الجمهور في حيرة حيث أصبحت قضية العائلية الداخلية محط اهتمام وتعاطف من قبل الملايين حول العالم في انتظار ما سيحمله المستقبل للشاف بوراك ومشروعه الجديد وبالتأكيد القصة بها عنصرا من الدراما حيث المفهوم من خلوج الشاف بوراك للإعلام هو قسب تعاطف متتبعيه وجلب المزيد من الزبناء هنا الشاف بوراك لم يحسبها جيدا ولم يتوقع الخلوج الإعلامي لوالده فالمستفادون لا يجب الحكم من خلال الاستماع لطرف واحد بل من الاثنين أنتم من أقنعكم أكثر الشاف بوراك أم والده